يكفي انهم يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله اليهود والنصارى خصوا خلافاتهم وثموا طمر العلاق والوساة زالت العداوات بين اليهود والنصارى ومع بالنا المسلمين شيعا هذا سلفي وذلك خلفي وذلك سمي ورابع شيحي وخامس خارجي وسادس صوفي هذا سلفي يقول لك انا سلفي وهذا يقول لك انا خلفي وذلك يقول لك انا سني ورابع يقول لك انا شيحي وخامس يقول لك انا من الشوارج وبعد ذلك يقول لك انا صوفي اسمعوا يا مسلمون ان الله تعالى حل المشاكل كلها بسلمة واحدة لم تقرأوا قول الله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو بسبابكم وما شعل عليكم في الدين من حمد من التي ابيكم اقراهيما هو سلاق السلفيين السوفيين الشيحيين السنيين الخلفيين الخارجيين هو سماكم ماذا هو سماكم المسلمين من حد فهل ترصدون اسما سماه الله لكم الله سماكم المسلمين وجعلكم مسلمين فهل ترصدون تسمية الله رب العالمين اليوم اكملت لكم دينكم واتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينك الاسلام قل ان صلاتي ونسكي ومحياها ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين ايسمين الله مسلمين ونخترع لانفتنا اسماء انا سلفي انا خلفي انا شيحي انا سني انا خارجي انا صفيل بل انا مسلم انا مسلم انا مسلم وحدوا من لا يغفل ولا ولا لا اله الا الله قيل لسلمان الفارسي يا سلمان من ابوه فقال سلمان وان ابن الاسلام وان ابن الاسلام وان ابن الاسلام وان ابن الاسلام ايها السادة ان الطريقة امامنا شاق وصويل لقد قسمت بلاد المسلمين الى مماطق نفود روسيا تاخذ جانبه وامريكا تاخذ جانبه والمسلمون سلفيون وخلفيون وسنيون وشيحيون وصوفيون مع ان ربهم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد الله نور الله نور والقرآن نور تأمنوا بالله ورسوله والنور الذي انسلنا ومحمد جاء بالنور قد جاءكم من الله نور وكتاب كتاب مبين امة ربها نور وكتابها نور ونبيها نور كيف تربى لذفسها ان تعيش في الظلمات كيف تربى وكيف يجرى واحد من حلمائها ان يفضل التعامل مع الكفار على التعامل مع جماعة من المسلمين اشتركوا في القناة